السلام عليكم ايه الاخبار يا جماعة عاملين ايه? طبعا علشان نبدأ نحقق ارباح من قناة اليوتيوب لازم نحقق بعض الشروط ان انت هيكون عندك الف مشترك تحقق اربع تلاف ساعة مشاهدة علانية الاخر اتناشر شهر وضفوا حاجة تانية كده او عشرة مليون مشاهدة على فيديوهات الشورتس لاخرة سينيوم ده لو انت بتعمل فيديوهات شورتس وحابب تحقق الشروط عن طريق فيديوهات الشورتس لكن خلينا احنا في الاربع تلاف ساعة والالف مشترك دول على قدنا طبعا هسيب لك فيديو في الوصف يعرفك افضل واضمن طريقة تجيب بيها الاربع تلاف ساعة والالف مشترك بعد كده بتعمل حساب جوجل ادسنس وهسيب لك برضو فيديو في الوصف يعرفك افضل طريقة الانشاء جوجل ادسنس بعد ما بتعمل حساب جوجل ادسنس وبيتقابل بتربط القناة بجوجل ادسنس وانت بتقدمها للمراجعة اللي بيحصل بقى لما بتقدم القناة للمراجعة هل فريق اليوتيوب طبعا في موظفين من اليوتيوب هم اللي بيراجعوا القناة مش انظمة مش روبوتات او يعني زكاء اصطناعي لا ده فيه اشخاص حقيين هم اللي بدخلوا يراجعوا القناة هل من المعقول ان فريق المراجعة ده بيراجع كل الفيديوهات اللي موجودة على القناة ولا بيركزوا على بعض العناصر الاساسية الاجابة انهم بيركزوا على بعض العناصر الاساسية مش معقول انت تكون عامل متين فيديو هم هيراجعوا المتين فيديو كلهم ده حاجة مش معقولة فبيركزوا على اشياء اساسية هو كاتب لك اهو العناصر التي نتحقق منها عند مراجعة قناتك وهنا برضو بيقول لك ان بما ان احنا مش هنقدر نراجع كل الفيديوهات ففيه جوانب اساسية احنا بنركز عليها زي الموضوع الاساسي للقناة يعني ايه الموضوع الاساسي للقناة يعني هو بيدخل قناتك من الوهل الاولى كده هل قناتك مخالفة لارشادات المنتدى وسياسات اليوتيوب يعني مثلا لو قناتك بتتكلم عن تهكير الالعاب وتهكير البرامج وازاي تختارك مش عارف ايه ده طبعا مخالف يبقى الموضوع الاساسي بتاعك مخالف لسياسات اليوتيوب فكده القناة بتترفض من الوهل الاولى لو انت بتعمل محتوى فيه عري فيه بحية مرفوض محتوى بيدعم الارهاب مرفوض حاجات فيها تنمر وحاجات فيها ايزاء للاخرين فيها مقالب عنف خطيرة فيها حاجات بتعرض الاطفال الخطر كل ده مرفوض مثلا بتنشر حاجات بتنتهك حقوق الطبعه النشر افلام مسلسلات بتنشر حاجات يعني انت تخطط حقوق الطبعه النشر وافتكرت ان كده تمام لا فيه مراجعة تانية فيه مراجعة يدوية الناس بتدخل تشوف هل المحتوى ده انت اللي مصوره بنفسك هل المحتوى ده بتاعك ملكك ولا انت مجمعه فاول حاجة بيركز عليها المراجعين هو الموضوع الاساسي للقناة القناة بشكل عام هل هي المواضيع بتاعتها مخالفة لليوتيوب ولا مش مخالفة تاني حاجة بيركز عليها فريق المراجعة الفيديوهات الاكثر مشاهدة اكتر فيديوهات جابت لك مشاهدة تمام تب نعرفها ازاي دي بتبدأ تدخل على ستوديو يوتيوب من جوجل كروم طبعا لو انت مش هتعرف تدخل على الصفحة دي هسيب لك فيديو في الوصف يعرفك تدخل عليها من خلال الموبايل من على الكمبيوتر عادي طبعا كلكم بتعرفوا تدخل على ستوديو يوتيوب من الكمبيوتر بعد كده بتجيب الاحصاءات بعد ما بتجيب الاحصاءات في حاجة هنا اسمها الوضع المتقدم لو انت باللغة الانجليزية هتلاقي مكتوبة بتضغط عليها اهي على الوضع المتقدم وبعد كده بقى بتبدأ تضغط هنا اخر تمانية وعشين يوم بتجيب لأ اخر تلتمية وخمسة وستين يوم وتبدأ بقى تشوفي الفيديوهات الاكثر مشاهدة اهو عدد المشاهدات ده الفيديو ده جايب لي 117 مشاهدة الفيديو ده جايب لي 14000 مشاهدة الفيديو ده 13000 مشاهدة فانت بتشوف الفيديوهات الاكثر مشاهدة دي لازم تكون فيديوهات حصرية بتاعتك انت دي اكتر حاجة بيركز عليها فريق المراجعة طيب تاني حاجة احدث الفيديوهات على القناة دي سهلة طبعا احدث الفيديوهات يعني الفيديوهات اللي انت لسه منزلها جديدة على القناة فيه ناس اول ما بتقدم القناة المراجعة ما بتبطل تعمل فيديوهات لا غلط ده انت لو قدرت تعمل بس مباشر وتظهر فيه ده حاجة سحرية ان القناة تتقابل بسرعة او بيساعد ان القناة تتقابل بسرعة لكن طبعا ما تحملش بس مباشر صامت او بس مباشر الشاشة سودة فلازم برضو الفيديوهات الحديثة على القناة تكون فيديوهات حصرية بتاعتك انت مش لازم تظهر بنفسك لكن الفيديو يكون حصري من تصويرك انت زي مثلا فيديوهات الطبق الشخص مش بيظهر او صاحبة القناة مش بتظهر فيديوهات الاشغال يدوية صاحب القناة مش بيظهر لكن الفيديو متصور تصوير حصري واحد بيشرح شاشة كمبيوتر كده برضو عادي ده تصوير حصري او تسجيل حصري اما حاجة ما تجيبش شوات صور وتكتب عليهم وتقول ده تسجيل حصري او تصوير حصري فيه ناس هتسأل طبعا لو مجمع شوات صور وبحط عليهم صوتي هل يتقابل ولا لا ده بقى بيرجع لنظرة فريق المراجعة للمحتوى هل المحتوى بيقدم قيمة هل المنتاج كويس فده يعني ممكن نقول خمسين ستين في المية بتقابل وممكن يترفض بنسبة اربعين في المية او خمسين في المية كمان فالمحتوى الصوتي اللي بيعتمد على الصور وفيها صوت فقط بدون ظهور او بدون تصوير لمشاهد حصرية ده ممكن يتقابل وممكن يترفض ده بيرجع لتقدير فريق المراجعة هو اللي بيقدر المحتوى او هو اللي بيشوف المحتوى ده هل يستحق ينزل عليه اعلانات ولا لا لكن لو انت حطيت صور وكتبت عليهم بدون ما تتكلم حتى فده بيطرفض بالنسبة كبيرة جدا طيب تاني حاجة اكبر نسبة من وقت المشاهدة يعني ايه الفيديوهات اللي جابت لك وقت مشاهدة اطول جابت لك ساعات اطول طب دي نعرفها ازاي بنفس الطريقة يعني هتدخل برضو على او على الوضع المتقدم وتجيب اخر تلتمائة خمسة وستان يوم وتشوف هنا هنا وقت الساعات اكتر الفيديوهات اللي جابت لك ساعات اهو يعني ده فيديو اهو جاب خمس تلاف ساع ده جاب خمس 200 و28 ساعة ده فيديو 162 ساعة حتى لو ما جبتش من الوضع المتقدم وجبت بالطريقة دي كل واحد عارف ايه اكتر فيديوهات عنده مشاهدة وايه اكتر فيديوهات عنده جابت له ساعات فلو انت مثلا يعني اكتر فيديو جاب لك ساعات مش بتاعك ده بنسبة كبيرة القناة هتترفض يعني في بعض الناس تلاقي كل المحتوى حصري ولكن في فيديو عنده ساعة مثلا لصورة البقرة مش صوته مش بتاعته لا ممكن القناة بنسبة كبيرة تترفض لان اكبر فيديو عليه مشاهدات او اكبر فيديو عليه وقت مشاهدة مش بتاعك فده اكتر حاجة بيركز عليها المراجع طيب ايه تاني البيانات الوصفية للفيديو بما في ذلك العنوين والصور المصغرة والاوصاف الصور المصغرة ماينفحش تكون صور شبه بعض فيه ناس بتحط صور كده كل الصور مصغرة شبه بعض ده غلط ماينفحش تجيب صور كده من جوجل مدون اي تعديل ومن غير ما تكتب عليها وتحطها ده غلط ماينفحش تحط صور مصغرة مضللة يكون الصورة بتكلم عن حاجة والانوان والوصف بيتكلم عن حاجة او محتوى الفيديو بيتكلم عن حاجة تانية خالص ده غلط برضو العنوين متكونش مضللة وما تكونش فيها كلمات مخالفة الاوصاف ما ينفحش تكتب اوصاف تحت بعض على شكل كلمات مفتاحية يعني الكلمات المفتاحية مكانها التاجز لكن الوصف بيبقى عبارة عن سطرين او تلت سطور يعني نبزة عن الموضوع فيها اهم الكلمات المفتاحية لكن انت بتوظف هم كأنك كتب موضوع تعبير لكن ما ينفحش تكتب الوصف كلمات مفتاحية ترصها تحت بعض ده برضو مخالف فلازم تكتب الاوصاف بطريقة صحيحة وكمان ما تاخدش اوصاف من عند حد يعني ما ينفحش تروح تاخد كده من عند حد الوصف بتاع وتحطه زي ما هو لا لازم تعدل عليه فكل الحاجات دي بيبدأ يركز عليها فريق المراجعة وكلما كان المحتوى حصري كلما كانت المراجعة اسرع المراجعة من 24 او 48 ساعة معك لحد 30 يوم هل في طريقة ان انا اسرع بها المراجعة لا ما فيش اي طريقة تقدر تسرع بها المراجعة الطريقة الوحيدة ان فيديوهاتك تكون حصرية فيديوهات بتاعتك انت مش اخدها من عند اي حد وتبقى نشط على القناة مش اول ما تدخل القناة المراجعة توقف لا اشتغل على القناة عادي جدا هسيب لك برضو الرابط ده في الوصف تمام تقدر تدخل على الرابط ده وتشوف كده كل المعلومات اللي موجودة فيه وهسيب لك برضو فيديوهات قيمة في الوصف يعني هتبقى مرجع عليك برضو اه في الموضوع دوت وفي المواضيع اللي احنا اتكلمنا عليها في بداية الفيديو متمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم لو انت من الابطال ومستمر يبقى الحد لوقت اكتبلي في التعليقات لايك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة